ما هو الاستشعار عن بعد؟ الاستشعار عن بعد هو علم الحصول على الخصائص الفيزيائية لمنطقة ما على مسافات بعيدة يتم قياس الإشعاع المنبعث والمنعكس الذي يتم التقاط من أجهزة الاستشعار على الطائرات والأقمار الصينية الاستشعار عن بعد نوعانهما الإيجابي والسلبي إذن كيف يحل الاستشعار عن بعد بعض أكثر مشاكلنا تحديا على وجه الأرض؟ وكيف يتجاوز الاستشعار عن بعد الرؤية البشرية ويتجاوزها لالتقاط ملامح الأرض استخدام هذا المجال في التنبؤ بالتقص إلى المخابرات العسكرية والعديد من الاستخدامات الأخرى في المجالات المختلفة دعونا نلقي نظرة على الاستشعار عن بعد والتأثيرات المدهشة التي تحدثها على حياتنا اليومية ما هي تطبيقات واستخدامات الاستشعار عن بعد إذا أردنا حل بعض التحديات الرئيسية في عصرنا؟ فإن بيانات الاستشعار عن بعد مهمة بشكل أساسي لمراقبة الأرض كنظام كامل حرفياً هناك الأيلاف من الاستخدامات للاستشعار عن بعد على سبيل المثال القطب الشمالي هو وجهة غير محبب السفر إليها بسبب مخاطر السلامة الواضحة للنشاط الميداني يستفيد العلماء من الاستشعار عن بعد لمراقبة الجليد البحري وتتبع السفن وغيرهم وبالفعل نرى نمواً في استخدام كشف الضوء والمدى لدار وهو ببساطة مجرد طريقة لقياس مدى الأشياء بدقة في كثير من الأحيان تلتقط الطائرات لدار اعتماد على حجم ومساحة الأرض باستخدام نماذج الارتفاع الرقمية من لدار يمكننا التنبؤ بشكل أفضل بخطر الفيضانات والمواقع الأثرية وغير ذلك لأن الاستشعار عن بعد يغطي الكثير من الأرض فإنه يضع ثروة من المعلومات في أيدي صناع القرار كيف يعمل الاستشعار عن بعد؟ في الواقع الاستشعار عن بعد ليس معقداً على الإطلاق فالاستشعار عن بعد يعني أنك تحصل على معلومات من مسافة بعيدة عندما تكون في الخارج تبعث الشمس الضوء وكل كائن يعكس مزيجاً من الألوان الحمراء والخضراء والزرقاء في عينك الأمر نفسه بالنسبة لأجيزة الاستشعار الموجودة على متن الأقمار الصناعية ولكن المهم أن تعرف أن هناك مجموعة كاملة من الأطوال الموجية المحتملة في الطيف الكهرومغناطيسي من الأطوال الموجية القصيرة مثل الأشعة السينية إلى الأطوال الموجية الطويلة مثل الموجات اللاسلكية وهذا هو السبب في أن الاستشعار عن بعد هو نظام قوي لأننا نستطيع رؤية ما وراء الرؤية البشرية وبعبارة أخرى يمكننا أن نرى ما هو غير مرئي كيف نستخدم الاستشعار عن بعد؟ يعمل الاستشعار عن بعد على تغيير طريقة رؤيتنا للأرض على سبيل المثال نستخدم بيانات لدار وبيانات الأقمار الصناعية ونماذج الارتفاع الرقمي لنمذج المشهد بدقة وبناء البيئة البشرية بطريقة مستدامة علاوة على ذلك تستخدم أنظمة الملاحة أقمار GPS الصناعية في المدار لاستقبال الإشارات ومعرفة مكانك على الأرض